الله جل وعلا أول بلا بداية وآخر بلا نهاية كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن أسمى متقابلة الأول يقابله الآخر الظاهر يقابله الباطن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي واحد يفسر بغير تفسير الرسول يقول الظاهر يعني ظهر للعقول ظهر بالبراهين وليس معناه أنه فوق المخلوقات أو أنه عال على العرش لا ظاهر بالدليل والبرهان يقول إلى آخر هذيانها هذا باطل هذا غير تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسر هذه الآية بتفسير واضح بأن الأول هو الذي ليس قبله شيء أول بلا بداية والآخر هو الذي ليس بعده شيء بلا نهاية والظاهر الذي ليس فوقه شيء فوق مخلوقات وهو القاهر فوق عباده أصرح من هذا الشيء وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة وهو القاهر فوق عباده هو الحكيم الخبير فوقية الذات فوقية القدر فوقية القهر له سبحانه وتعالى أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن يعني أنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء فهو مع كونه عاليا على مخلوقاته هو لا يخفى عليه شيء من بواطنهم وما تخفيه صدورهم ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى علمه في كل مكان أما هو جل وعلا فإنه في العلو مستوى على عرشه عال فوق مخلوقاته يجي واحد يقول الله جل وعلا لا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسره ولا داخل العالم ولا خارج العالم من ينجب الكلام هذا إذن هو معدوم علمه في يمنى ولا يسره ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم هذا معنى أنه أنه معدوم نعم يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى يعلم السر وأخفى وهو فوق عرشه على عرشه استوى جل وعلا فلا يتنافى كونه يعلم ما في الأرض وما تحت الأرض وما تحت الفرى لا يتنافى مع كونه فوق العرش لأن الله جل وعلا يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى والخلق كله بالنسبة إليه حقيق كلا شيء وهو العظيم الكبير المتعال الجليل سبحانه وتعالى فلا نقيسه بأنفسنا أنت إذا صحبت على سطح ولا على جبل يخفى عليك ما تحتك حدر قدامك ما تشوه ولا تسمعه الله فوق مخلوقاته ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تقيس الله على نفسك تقيس الله على نفسك وعلى المخلوق تعالى الله عن ذلك هذا ما قدر الله حق قدره الله جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبلته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركه الأرض جميعا قبلته يوم القيامة السبع الطباق والسماوات السابع مطويات بيمينه هو العظيم جل وعلا المخلوقات بالنسبة إليه كلا شيء حقيرة وإن كانت في أنظار الناس عظيمة لكنها بالنسبة إليه كلا شيء أمام عظمته سبحانه وتعالى لكن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبلته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء جحدوا الوحي ما قدروا الله حق قدره ما عرفوا عظمة الله وقدرته وجلاله وعلمه فهم يقيسونه على أنفسهم ولذلك تنقصوا الله عز وجل إذا كنتم بأجمعكم من أولكم إلى آخركم وجنكم منسكم لو اجتمعتم على خلق ذباب أقل شيء ما تستطيعون ذباب وخصوصا الذين تدعونهم من دون الله من الآله والأرباب لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعونه لو تجيب الأطباء مهرة الأطباء والحذاق في العالم والصناع والمخترعين تقول لهم أوجدوا لنا ذباب ما يستطيعون مع أنهم يستطيعون أنهم يبنون البواخر الهائلة ويبنون الطائرات والطائرات الكبيرة التي تحمل المطارات يقدرون على هذه الأشياء الجمادات أما خلق ذباب ويداع الروح فيه ونفخ الروح فيه حركه حياة ما يستطيعون هذا يمكن يجي يصور صورة الذباب يصور صورة الإنسان أو السبع أو الأسد لكن تقول له خلوه يمشي خلوه يتكلم ما يستطيع إنما يخطط فقط تخطيط لكن نفخ الروح هذا من أمر الله جل وعلا من أمر الله جل وعلا فكيف يقاسل الخالق جل وعلا بالمحة؟ ما قدر الله حق قدره؟ إن الله قوي عزيز قوي عزيز سبحانه وتعالى لا تبلغه العقول والأوهام ولا تتخيله الأفكار سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى نعم لا يتنافى هذا مع هذا أنه يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى لا فلا يقال إنه إذا استوى على العرش يصير بعيد عن الناس ولا يسمع ولا يرى مثل المخلوق لا الله جل وعلا الأشياء عنده سوى ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى القريب والبعيد والأول الخلق وآخر الخلق والدنيا والآخرة كل شيء هو في علم الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه نعم ولذلك يسير هذا الكون الهائل يسيره سبحانه بقدرته وإرادته وصنعته هل هو الكون الهائل هذا أحد يستطيع يسير شيء منه؟ نعم إلا الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالتها إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفور سير الأفلاك سير الشمس والقمر وهالحساب الدقيق اللي ما يتخلف ولا يغلط ولا يخطي هذا من اللي نظمها التنظيم هو الله جل وعلا لا يتخلف ولا يخطي ولا يخرب ما يخرب الشمس ما خربت من خلقها الله على ما فيها من الضو والإنارة والحرارة القمر النجوم منظمة سائرة كما هي إلى أن يشاء الله نهاية هذه الدنيا والانتقال إلى الآخر الذي نظمها حكيم عليم سبحانه فلا تأملت في هذا الكون أدركت عظمة الله سبحانه وتعالى الناس لو يشوفون آلة دقيقة وساعة ولا كمبيوتر يتعجبون منها الصناعة وهالصانع وهي قطع صغيره فكيف بالكون كلها اللي ما يتخلف والقطع هذه تخرب وتكسر وتختل لكن هالكون من خلقه الله إلى ما يشاء الله وهو منظم من الذي يمده ومن الذي يصونه ما هي الآن المكائن والآلات تحتاج إلى صيانة ولا تخرب من هذا الذي يصون هذا الكون كله ولا يتغير ولا يتخلف ولا يقصر فيه شيء هو الله جل وعلا طيب هالمخلوقات المبثوثة الكبير والصغير ومن الذي ينظمها ويرزقها يجلب لها الأرزاق كل يأكل من عنده وكل عايش مخلوقات هائلة من الذي أوجد لها الرزق كل بحسب حاله هو الله جل وعلا أنت لو تعزمها للرياض مثلا لو تعزمها للرياض ماذا يصير بك من الهم والغم وجمع الحشود وهم قطعة من العالم بسيطة وهي مرة وحدة تبيت قديهم ولا تعشيهم وربما أنك ما تنسيك ربما أنك تفشل وأنت يمكن غني ثري لكن فوق طاقك هؤلاء فوق طاقك فكيف بالذي يعيش العالم كله ويقيته كله سبحانه وتعالى ولا أحد يأخذ رزق أحد كل له رزق وهالك كبير والصغير وكل يأوي إلى قراره وإلى سكنه وجحوره وعشه وإلى آخره واللي في البحر أكثر من اللي في البر حيوانات البحر وعالم البحر أكثر وكلها عائشة وكلها يأتيها رزق ومن الذي يرزقها ومن الذي هو الله جل وعلا فكيف هذا يتصور سبحانه وتعالى كيف يدخل تحت التصور لا يعلمه إلا هو سبحانه وأعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب أن نسلم لما جاء عن الله لأنه أعلم بنفسه ونسلم لما جاء عن رسول الله لأن الرسول أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى ولا نعترض ولا نتدخل بعقولنا وأكارنا نعم يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى ولا منافات يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى فوق المخلوقات نعم وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان علمه بكل مكان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسطط من ورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني بالنوم ويعلم ما جرحتم أي ما كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه في اليقظة يقومون من النوم من اللي نومكم بالأول ومن اللي ييقظكم هو الله سبحانه وتعالى هلو فكرت في هذا الكون فكرت في لا أدركت العجز عجز نفسك عن هذا عن هذه الأمور تصوره ولدلك هذا على عظمة الله وسلمت لله عز وجل لو تأملت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من الحوادث الماضية والمستقبلة وتأتي كما أخبر صلى الله عليه وسلم من الذي دله على هذا هو الله جل وعلا هو الذي أوحى إليه ما هو من عنده وإنما هو من عند الله عز وجل إذا طبقت الأحاديث على الوقائر فتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يذكر لنا من سير الأنبياء والله ذكر في القرآن من سير الأنبياء والأمم الشيء الكثير مع أن عصره متأخر من الذي يطلعه على هذا هو الله جل وعلا هذا دليل على أنه رسول من عند الله هل القرآن العظيم هذا يمكن أن أحد يأتي به قل الله إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل هو من كلام البشر من كلام الله جل وعلا وإنما الرسول مبلغ عن الله جل وعلا مبلغ مبلغ وأوحي إليه هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ هو مبلغ عن الله جل وعلا ولهم من كلامه ما يمكن يكون هذا كلام بشر أبدا إلا كلام رب البشر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة